الفكرة ببساطة اللي انا ترحتها هي محاولة للعصف الذهني من اجل التفكير في تطوير التعليم وتطوير مناهج التعليم وتهيئة الطلبة بشكل افضل لسوق العمل حسب المستجدات والمتغيرات الجديدة طبعا انا ما لغتش او ما طالبتش بالغاء التاريخ والجغرافيا والفلسفة من الدراسة لان طبعا ده كان بين في العنوين بس الاقتطعت من سياقها لكن في الفيديو بتاعي وفي البرنامج انا طالبت ان دي تبقى مواد اساسية في مرحلة التأسيس مرحلة التعليم الاساسي والاعدادي في التسع سنين بتوع الابتداء والاعدادي يتم تدريس التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق بشكل كامل عشان يتأسس الطالب على الفكر الفلسفي ويعرف تاريخه وكل حاجة اما في سنوات السنوية هي دي اللي انا طالبت ان ما يخدش فيها غير اللي عايز يتخصص في المجالات دي لكن طلاب الادب بصفة عما ما يدرسوش هذه المواد طالما مش هتفيدهم بعد كده خلاص هم تأسسوا فيها وعرفوا الجرعة الكافية منها في السنوات الاساسية والاعدادي طالبت بقى ان يتدرس بدلها المواد الحديثة زي الموارد البشرية والتنمية البشرية والاستدامة والماركتنج والتسويق والاشياء اللي هي بتطلبها سوق العمل لان الطالب في المرحلة الثانوية بيكون خلاص ده تأهيل له لسوق العمل بمستجداته الحديث لكن ما طالبتش طبعا بإلغاءة تمام بالعكس ده ما طالبت انها تتأسس بيها الطالب صح في المرحلة الابتدائية والاعدادية شكرا شكرا